صباح الخير على الجديد وصلنا لجولة الصحافة صباح الخير راما صباح الخير أيها وصباح الخير روان الحمد لله على سلامتك واشتقنا لك شكرا لك الفترة الماضية ظلنا أسبوعين بعيدين عن شوفة روان وطلتها الحلوات المخرج أقول المرتبط مع أنه أنا ما أبعد زبع الهواء بس ما أبعد رفليش يلا معلش ريخ طعام لا لا تسمعي هذا حكي مغرضين بتريحي ومبلج جولتنا الصحافية مشاهدينا من موقع تلفزيون سوريا دون اعتراف رسميا المراكز التعليمية السورية بمصر ملاذ للسوريين الذين لا يحملون إقامة حيث يعيش السوريون المقيمون في مصر غير الحاصلين على إقامة تتيح لهم تسجيل أطفالهم في المدارس يعيشون حالة من القلق المستمر وذلك في ظل عدم وجود حلول تلوح في الأفق ما دفع كثير منهم إلى اللجوء للمراكز التعليمية السورية رغم عدم الاعتراف رسمي بها وذلك بعد إلغاء العمل بالإقامة السياحية التي كان معظم السوريون يحملونها وباتوا غير قادرين على تسجيل أطفالهم في المدارس ذلك لأن شرط تسجيل الآن هو الحصول على إقامة لاجئ التي يحتاج الحصول عليها أشهر طويلة طلع آخر فترة عن جد قوانين وللأسف تم ربط موضوع يمكن المدارس ونحن نعرف أساس الفروقات بين مدارس الحكومية والخاصة أيضا الخاصة كان بدي شروط معينة أثر على موضوع يمكن للتسجيل صحيح هلأ في مشكلة أنه كنا عم نحكي سابقا عن وضع طلاب السوريين بلبنان وضعهم بتركيا وضعهم بدول الجوار هلأ وصل الموضوع لمصر أدمانه مؤسف موضوع ربط التعليم للطفل بالإقامات الصالحة أو غير صالحة وهي عم تروح سنين على الطفل أعوام دراسية ممكن عم تكون هيك حلول جزئية لكن مش كاملة يعني إنك تحطه بمركز تعليم فينا نسميه تقريبا موازي حتى الطفل ما يفقد القدرة على التعليم بشكل كامل لكن حتى القائمين على هاي المراكز عم يقولوا بأنه هاي المراكز غير كافية هي كنقطة مبدئية فقط بشان ما ينقطع الطفل عن التعليم بشكل كامل لكن في حال عاد الطفل للدراسة هي الزامية عودتها لنفس المرحلة يلي وقف فيها يعني كأني ما استفاد شي طالما هاي المراكز ما بتمنح ورقة أو شهادة بإتمام المرحلة هلأ هي بس مثل ما قلت لك مرحلة انتقالية لبينما يتقدموا الأهل بأوراق لإقامة لاجئ مثلا أو يعني شكل من أشكال الإقامات اللي بتأهلهم تسجيل أطفالهم هاي بس صلة وصل مؤقتة لبينما وبالتالي أحسن أحسن من الأعداء بالبيت أحسن من الأعداء بالبيت تماما إن شاء الله بالفترة الجاية إما تتيسر أمور هاي الإقامات أو يصير منحها أسرع حتى ما يتعلقلوا الأطفال بموضوع التعليم والموضوع جد كتير نفسي طبعا الله مدرسة أبدا ما كانت محببة بالنسبة لأي أحدا بالحياة إذا ما كان عن جد فيه رغبة وفيه يمكن أمور منظمة بهذا الموضوع بصير في نفور يمكن الدور هذا أو الزمن هذا اختلف عن أيامنا نحن إنه كان فيه نوع من الرتابة بموضوع التعليم فالموضوع عنه خلاص سلس ماشي هذا هو ما فيه شي تغيير أما حاليا كل طفل ببلد وكل طفل بقانون شكل فهون بصير ربما الاختلاف بينه خلونا نروح لموقع أثار بريست الموالي للنظام واللي عنوان مادته التالية من رد الغائب إلى تزويج الحبيبين؟ باحث إسلامي ضحايا السحرة هم من الجهلة والمضطرين وتتحدث المادة عن انتشار السحر في الأوينة الأخيرة كمهنة لبعض الأشخاص في سبيل تحصيل الأموال وخداع الناس مثل رد الحبيب، عودة الغائب، تزويج حبيبين، والعودة عن الطلاق وغير ذلك من أمور كما درج أيضا وضع السحر في المقابر والكهوف وداخل المنازل بحسب ما ذكره عدد من الأشخاص في ضمن هذا التقرير كذلك يذكر المستطلعون بعض أماكن إخفاء السحر فالبعض وجده خلف صورة في البيت وأخرى وجدته في بطانة جاكت أو معطف لديها وآخرون قالوا إنهم كانوا يجدون هذه الأشياء فيه داخل المقابر مثل الاستهلال اللي بمجرد فيه الباحث الإسلامي قال إنه ضحايا السحرة هم من الجهلة والمضطرين أنا بضيف عليها والمضطربين مضطربين نفسياً يعني شو هذا الكره اللي بيحرقهم لحتى يساوي هيك أفعال؟ هلا ما فينا ننكر نحن من زمان ونعرف أنه فيه إيمان كبير بهذا الموضوع كان فيه أماكن معينة يتواجد فيها اللي بيقوموا بأعمال الكتيبة مثل ما بيقولوا حجاب معين مثلاً أو حتى موضوع السحر سواء كان الحقيقية أو دجل فهي بالحالتين كانت سارية عندما أوها معي لقيت تحت مخدتة أيوة تماماً بالمزرية مثل مسلسلات تماماً يعني كان فيه كتير رواد لهذا فما بالك اليوم اللي عم بدور على غاية بموضوع يمكن البطالة هي المشكلة أنه نحن بهذا العصر ولسه العالم عم تمشي وراء هاي الأمور ولسه في الأدهى من فترة كنت عم شوف مادة على الإنترنت هيك فيه أشخاص عم يدوروا عن كتب لتعلم هم يتعلموا تماماً فإنه أنتوا شون تعلقوا أي عم يدوروا على كتب اختصاصها تعليم هاي الأمور حتى لو كانت دجل حتى يعني لو كانت فيها شيء من الصحة أو فيها شيء من الغيبيات يعني بمسألة السحر بالذات نحن لا فينا نأكد ولا فينا ننكر يعني شعبياً بيقولوا حتى النبي نعمل له سحر فما فيك تقولي ايه أو لا بهيك مواضيع لكن الخوف من الناس اللي عم تمشي بهذا الطريق أو تبحث عنه لحتى تتعلم أصول الأذى يعني بين قوسين هذول ما عم يشتغلوا لحتى ينفعوا حدا هذول عم يأخذوا مصاري عم يأزوا العالم وبنفس الوقت عم يحققوا لربما نصر نفسي لإلهم سبب الكرهية اللي جغواتهم والسواد يعني يعني يأنا يروحوا يتعالجوا رح أعطيهم حلول هلأ بس أحد القصص أحد القصص اللي قرأتها أنه واحدة حاطة طلها حجاب أو سحر بشا ما يتجاوزوا بناتها ايه هاي اللي كانت بالصورة صح يعني روحي مثلا سافري لك يومين عشي محل غير جو عنجد أصلا ما تفطي هالمبلغ تحري فيه للعالم روحت بخيلك أكلت حلو مثلا استمتع فيها يعني أصلا حلو هلأ أنت بالنسبة لك حلول مقنعة لكن بالنسبة للي ألبن أسود ومليان بالحقد لأزهو الحل الوحيد بالنسبة لإلهم والله يبعدنا عنهم ويبعدون عنه مرد لموقعنا بلدي مشاهدينا ومادة جديدة بعنوان الإنقاذ تمنع إقامة فعاليات في إدلب دون موافقتها حيث أصدرت حكومة الإنقاذ العاملة في مدينة إدلب شمالي سوريا قرارا يمنع إقامة أي فعاليات من دون موافقة منها ووجهت حديثها إلى الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية كافة في المنطقة وذكرت أيضا في القرار المنشور بأنه يمنع إقامة أي فعالية من دون الحصول على موافقة مكتب الفعاليات لدى المديرية العامة للشؤون السياسية التابعة لها وبررت هذا القرار بأنه جاء انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا منها على تنظيم العمل وعدم وقوع أي مخالفات دعية إلى الالتزام والتقيل بالقرار تحت طائلات المسؤولية كما أنها لم تحدد أي حكومة الإنقاذ طبيعة الفعاليات التي تتطلب إقامتها أخذ موافقة منها لكن هذا القرار بالذات جاء بعد أيام من فعالية أقامتها منظمة بنفسج للألعاب البرالمبية في الملعب البلدي بإدلب وأيضا تم إيقاف هذه الألعاب ما خلواني يكملوها وإذا سمعتوا فيها الفترة الماضية هي عبارة عن تجسيد مشابه لما يحدث بالألعاب التي صارت بفرنسا لكن لا ذوي الهمام أو للمعاقين داخل الشمال ونضم لها أكثر من 300 شخص مصابين تماما مصابين بفقد أطراف أو بإعاقة من نوعا ما لحتى نوعا ما يندمجوا بإطار الحياة من خلال الرياضة كان في عندهم حماس كتير كان في شغف واضح تماما صحيح كتير مبسوطين يعني أنا ما بعرف أنا بدعوا حكومة الإنقاذ أنه تراجع عن هذا القرار لأنه يعني شو زنب هذول الناس اللي كانوا متحمسين لحتى هلأ بالعالم الأمانة اللي عم يصير بمناطق مثل الشمال مع اختلاف حكومات الأمر الواقع اللي عم تحكم هنيك كل واحد إله توجهه وكل واحد إله آراء بهذا الموضوع لكن عم تنحكي سلبا كلها على المدنيين المقيمين بهذه المناطق شو زنبهم هذول العالم أنه أنت تجي تأطرهم بإطارك أنت كشخص مش كإطار حقيقي بيتم التعامل معه كمان من خلال هاي الموجة اللي صارت فيها آراء أو قرارات حكومية يعني بين قوسين عم نشوف في تهجم على الإعلاميين يلي غطوا الحداث على المنظمات يلي اشتغلت على الحداث وعلى الناس اللي شاركت بالحداث تماما هذا اللي شفته صح على الشوش والميديا هذا مرحب بصراحة هذا تجيه بس على الجهات المعنية أهم خطوة خططة الثورة هي الحرية صحيح وتقييد الحريات بهذه الطريقة غير مقبولة واتهام الناس اللي عم تشارك بهذه الفعاليات بأنهم شذوا عن الثورة أو خرجوا عنها أو عم يحاولوا يحرفوها شو تعريف الثورة بالنسبة إلهم مشان الواحد يعرف يمشي مثلا وتزمت بركي تماما ونرجح لموقعنا مشاهدينا بمادة للزميلة والعواد بعنوان شركات سياحية في فرنسا تؤنس وحدة السوريين وتكسر عزلتهم فتقول المادة بأن السوريين في أوروبا يواجهون أزمات من نوع آخر فبعد حصولهم على حق الإقامة تبدأ حياتهم بالاستقرار نوعا ما لكن في هذه المرحلة تتملك الوحدة والعزلة كثيرين منهم ففي فرنسا مثلا لا يتجاوز عدد لاجئين السوريين خمسة واربعين ألف بحسب الإحصائيات الأخيرة لذا نادرا جدا لا يستطيعون تكوين مجتمعات كبيرة وحتى الالتقاء في مدن وشوارع محددة كما في دول الجوار كتركيا لبنان الأردن وحتى في مصر وكنوع من التحايل على هذه الغربة لجأ عديدون منهم مؤخرا إلى شركات سياحية سورية أسست بفضل شباب سوريين يسعون للعمل بالدرجة الأولى للم شمل السوريين وكسر عزلتهم ومن جهة أخرى ضمن أجواء تقليدية يعرفها السوريون جدا ويحبونها على مبدأ السيران يعني عم يعملوا سيرين لكن في أوروبا هلأ حلوة حلوة الفكرة لما بيكون كل شيء أساسا ضمن القانون ما في أي مخالفات ما في أي شيء يزعج حدا وخصوصي البلد المضيفة نحن بنعرف حساسيات يمكن زيادة عدد اللاجئين بأماكن معينة صحيح أول شيء من أن نصبح على زميلتنا ولاء أعواد ومشكورها طبعا على المادة وعم يعملوا السوريين أجواء بكل مكان وعم يكسروا النمط الأوروبي بعدة مدن أخصوصي اللي عم بتكون العواصم فيها يعني نحن بنعرف نظامه وما في حدا أعملت بي حدا وأنه بيوصلوا إلى وقت معين خلاص أنت ما بتشوفي ممكن بني آدم بالشارع لا خصوصي بالفكرة الأخيرة صارنا نسمع كتير عن الاكتئاب اللي عم يصيب شبابنا وبناتنا اللي عم يطلعوا لأوروبا نتيجة الظروف من أيام بداية أيام الثورة ووصولها للآن ما عم يقدروا لا يشكلوا مجتمعات محيطة فيهم ولا هنن يندمجوا بالمجتمع الغربي اللي محيط فيهن أيضا للظروف النفسية اللي هنن فيها فاعتقد هاي الفكرة كانت كتير حلوة كتير بتسهل حياة العالم ومثل ما قالت يعني لم شمل السوريين أنت عم تجمع عالم يعني حتى ما بتعرف شو بتكون نهايته ممكن هدول الشخصين ممكن يلتقوا برحلة من الرحلات بيتفقوا بعدين بيتجوزوا بتصير في عندك عيلي ممكن أنت تخلق صداقة بين طرفين خاصة أنه شباب كتير يعني عم يفتغدوا لهذه الأجواء أنه يقدروا يتعرفوا على بنات سوريات فبقلك أنه أنا مجتمعي بعيد ما عندي عيلي مثلا لحالي فممكن هايدي فرصة صح وفي عيال مثلا أو صبايا أو شباب في عندهم حاجز اتجاه التعارف عن طريق وسائل التواصل أو التعارف عن طريق الخطبة التقليدية فهذا نوع من أنواع الالتقاء المباشر يلي بيسهل كتير حياة العالم وكمان بدي أتشكر يزان وآلاء اللي هنين من ضمن الشركات السياحية السورية اللي تم إنشاءها وطبعا بحب إلكون أنه الفكرة لصحفيين لأنه آلاء ويزان هنين صحفيين طلعوا من الأردن قبل تقريبا شي سنتين ويبدو الظروف اللي عاشوها أو اللي شافوها اللي محيطة فيها خليتهم يطلعوا بهذه الفكرة حتى يخففوا عن باقي العالم اللي موجود بأوروبا وخاصة بفرنسا فكل التوفيق لون يا رب ولا خبرنا الأخير وهو خبر فني من موقع فوشيا عن دراما رمضان رمضان القادم طبعا وهي تحت عنوان تيم حسن كاريس بشار ومنواصف بمسلسل تحت سابع أرض في رمضان 2025 يستعد الفنانان السوريان تيم حسن وكاريس بشار لتقديم ثنائية جديدة في مسلسل تحت سابع أرض هيك عنوانه في رمضان 2025 المسلسل طبعا هو من كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر المرقاوي وإنتاج شركة الصباح يلي تحودنا يشتغل معها تيم بسنوات الأخيرة كذلك اختارت له اسم تحت سابع أرض بعد أن كان اسمه المبدئي للعمل فريق عمل لكن يعيد هذا المسلسل ثنائية تيم حسن وكاريس بشار إلى الشاشة الصغيرة والذين سبق لهما تقديم أعمال ناجحة حققت انتشار كبير كان آخرها عمل جمعهما هو مسلسل العميد أيضا مثل ما ذكرنا أنه موجود الكبير منواصف ضمن المسلسل وبثنائيتها السابقة مع تيم حسن اللي كانت مكسرة الدنيا وبظروف اجتماعية يمكن هذا المسلسل هلأ داما في تفاؤل بثلاثية تيم حسن مع سامر البرقاوي وشركة الصباح وشركة الصباح يعني بصراحة يعني عملكوا إنجازات حلوة من الزند للتاج وغيرها بانتظار للعمل الجديد أنا على فكرة بالي هذا أول لقائله هو كاريس بارح شفت مسلسل بصراحة ومعرفت اسمه أعتقد هو العميد هو نفسه هلأ العمل بشكل عام ما تم الحكي عنه لكن طالما فيه هيك نجوم ونحن بنعرف قديش هم متفوقين على الشاشة سواء كاريس بشار أو تيم حسن أو حتى منواصف مو مذكور طبعا مين لسه فيه من الفنانين ضمن العمل لكن منتوقع شيحل إن شاء الله لرمضان اللي جاي نتفائل نتفائل شكرا راما شكرا راما نتشكركم كثير وتشكر مشاهدينا وخليكم لا تتابعوا باقي الفقرات مع أيها مروان ونروح على الأحوال الطقس في عموم سوريا